موسيقى موسيقى من شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنل مسى الخير حلت الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر وسط مكابرة من محور الممانعة رغم الدمار الشامل الذي لحق بغزة كما بجنوب لبنان وضاحيته وبقاعه ناهيك عن أكثر من خمسين ألف ضحية في غزة وأكثر من عشرة آلاف مفقود ومئات آلاف المهجرين قصرا أما في لبنان فعداد الضحايا يناهز الثلاثة آلاف إضافة إلى أكثر من مليون ومئتي ألف نازح وتصفية أعلى القيادات والكوادر السياسية والعسكرية في حزب الله وصولا إلى أمينه العام السيد حسن نصر الله وفيما يشبه الإصرار على زج اللبنانيين بعملية انتحار جماعي أصر السيد علي خامنئي على حزب الله لمتابعة نصرة أشقائهم في فلسطين وهذا ما أكده الشيخ نعيم قاسم بالأمس بالتشديد أن الحزب يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه وسيهجر المزيد من الإسرائيليين وأن إسرائيل ستفشل في حربها وأن الحزب لا يقبل بأي نقاش قبل وقف إطلاق النار في المقابل يستمر العدوان الإسرائيلي في اقتناص الضرائع للإمعان فيما يرتكبه من دون رادع على الأراضي اللبنانية كما سبق أن فعل في غزة والأنظار باتت تتجه أيضا إلى المواجهة الإسرائيلية المباشرة مع إيران وسط ترقب الرد الإسرائيلي على الصواريخ الإيرانية التي أصابت تل أبيب لبنانيا وفي السياسة يبدو أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت فرملت كل المبادرات الداخلية الهادفة إلى انتخاب رئيس جديد فأتى موقف نائب الأمين العام لحزب الله ليقطع الطريق على كل المفاوضات وبعدما كان الرئيس نبيه بري أبدى استعداده لعقد جلسة انتخاب مفتوحة وبدورات متتالية فور وقف إطلاق النار عاد ليشترط موافقة مسبقة من 86 نائبا على اسم الرئيس التوافقي وعاد الرئيس نجيب ميقاتي ليتحدث عن الحوار وحده وليد جنبلاط تمايز عن بري وميقاتي وتوجه إلى الوزير الإيراني من دون أن يسميه قائلا له نحن نعلمه كيف يكون الصمود وأصر جنبلاط على انتخاب رئيس بمعزل عن وقف إطلاق النار ورفض ربط مصير لبنان بغزة وأصر على الفصل بينهما في حين أن موقف حزب الله يشبه الغموض في ظل رمادية في مواقف نوابه بعد اغتيال قيادته إلى أين تتجه الأمور؟ إلى متى تطول الحرب في ظل الرفض الإسرائيلي المعلن لأي وقف لإطلاق النار مع لبنان؟ وفي ظل إصرار حزب الله ومن خلفه إيران على استمرار القتال؟ وهل لبنان قادر على تحمل أعباء الحرب؟ والأهم بعد كلام الشيخ نعيم قاسم حول أن هذه الحرب هي حرب من سيصرخ أولا؟ هل من يسمع صراخ الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني في ظل الدمار الشامل؟ في هذه الحلقة من حوار المرحلة يسرني أن أصطديف في القسم الأول عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم لجميل على أن نكون في القسم الثاني مع عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع أعطيي ما سالفير شيخ نديم؟ ما سالنور أهلا وصهلا فيك بستوديو حوار المرحلة شيخ بدك تسمح لي يعني بدي بلش معك من الهجم عليك يلي صارت بعد الكلام يلي حضرتك قلته قلت في ناس هجمت شو؟ رح أقل لك أنت حكيت كلام وعمل ردت فعل كتير على السورشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قلت في ناس بلبنان يمكن عم بيراهنوا على الإسرائيلي طي خلصهم من سلاح حزب الله وما فينا نعتب على هالناس ما كنت قاسي شوي بهذا الكلام الشيخ وأكثر من ذلك كيف ممكن تتقبل أنه حدا بلبنان يراهن على عدو ليخلصوا من سلاح ابن بلده؟ أول شي خاليني بلش وقالك أنه من سلنا فترة فترة كتير طويلة عم ننبه من هيدا السلاح وعم ننبه من تصرفاته وعم ننبه أن هيدا السلاح رح ياخد البلد والدولة إلى الدمار وإلى الخراب اليوم اللي عم بيصير ولا نحن طلبناه ولا نحن قلنا دخل فيه ولا قلنا يد فيه ولا تمنيناه ولا شي ولكن اليوم عم بيصير شيء كتير خطير بالبلد فيه عدو عم بيدمر اليوم مجتمع كله سوا وهيدي شغلة خطيرة جدا وهيدي شغلة خليني أقول مؤلمة مؤلمة لكتار من الشعب اللبناني ولكن حزب الله للأسف عم بيحصد اليوم الشيء يلي زرعه بآخر عشرين سنة حزب الله اليوم حزب الله اليوم هددنا وقتلنا ودمرنا وحاول كل الوقت يضل كابس المجتمع اللبناني كله ما يفتح مجال لحدا ليقدر يحكي بحرية أو الدولة تتصرف أو الدولة ترجع تقوم يلي بيمنع الدولة اليوم على فترة عشرين سنة توقف على إجرية ترجع تسبت حالة ترجع تقوي حالة يلي بيعمل كل يلي عمله يلي نكل بالمجتمع السنة ليوم التنكيل من اختيار رفيق الحريري لاختيار محمد شطح لاختيار ويسام الحسن لسبع أيار يوم مجيد لكل الأمور يلي تصرف فيهم بس لدرجة يكون فيه فريق يتمنى أو يراهن على عدو يخلصه من سلاح هو مش قص يتأور شيء نحن ملنا مرهنين على عدو أنت قلت أنا أتفهم أو خليني قلت ما بنعتب على هالناس خليني أرجع أقول شغلي أنا اليوم في سلاح كبت اللبنانيين على فترة كتير طويلة ما خليهن يتنفسوا قتلهم دمرهم نهاري اللي بيعمل فيهم سبعة أيار بيطلع بقلهم هيدا يوم مجيد بيطلع بيطوقهم بنص الجبل بسبعة وثمانة أيار لدروز المسيحية يعني من موضوع البور لا تخزين النترات لا منع بالتحقيق لموضوع عين الرمانة بس ليه ما عبر تشوفوله الوجه الآخر أنه عم يقدر يردع إسرائيل قبل ما أقول كله هيدا كله هيدا أدى أنه هو اليوم عم بيتحمل مسؤولية شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين حطها على جنب دمرها واليوم عم توقف بوجه للأسف يعني عم بدلي هذه الشريحة بين حزب الله وبين إسرائيل تفضل الأدوة إسرائيل أبدا مش هيدا أبدا الكلام هيدا مش أبدا الكلام وأنا ما بتمنى أبدا كان يصير يلي بده يصير مع حزب الله أنا كنت بتمنى يسلم سلاحه من زمان أنا كنت بتمنى أنه يقدر نقدر نوصل إلى طاولة حوار نتناقش كلنا سوا بدون سلاح على الطاولة كنا بهمنا نبني شراكة حقيقية بالبلد بدون ما نوصل إلى كل هيدا الشي ولكن حزب الله ما كان بده يسمع حزب الله الفوقية اللي كان عم يتعطى فيها والمكابرة اللي كان عم يتعطى فيها والعنجهية اللي كان عم يتعطى فيها ما فتحت مجال نقدر نتواصل نحن وإيه كل ما واحد يطلع يقل له يا خي بدك تسلم سلاحك تعطى نبني بلد مع بعضنا كل ما كانوا يهددونا وكل ما كانوا شيخ بس مش عم بتشوفو له لا حزب الله أنه يؤمن توازن ردع مع إسرائيل اليوم حزب الله استبق النوايا الإسرائيلية بأنها ترتد على لبنان من بعد ما تخلص من غزة كمان هيمش عم بتشوفو له إياها هلا أو عم تتدحك علي أو عم تتدحك على المجتمعين عم قللك ماذا يقول عم قللك ماذا يقول المسؤولين في حزب الله وين شفت توازن بالرعب لغاية اليوم ما قدر الإسرائيلي يحتل الجنوب لغاية اليوم قبل ما يحتل الجنوب ما كان الهدف هو توازن رعب في رعب اليوم بعد مين مرعوب من الثاني أكتر اليوم صواريخ حزب الله اليوم عم تدرق تلقبيب حايفا كريات شمونة عم تتدحي صادات برافو عليهم وين التوازن بالرعب هيدا الشيء سمح لون يحموا لبنان ما يدمروا لبنان متل ما انهم دمر اليوم هل سمح لون يحموا حالهم هن كشيعة هيدا التوازن وهيدا السلاح ما حمى ولا اللبناني ولا الشيعة ولا حتى حسن نصر الله وين اليوم حسن نصر الله حمى هيدا السلاح وهيدا التوازن بالرعب وين اليوم لو فعليا لو فعليا هيدا السلاح كان خلق توازن بالرعب ما كان صار فيه مليون ونص مشرد ومليون ونص نازح بكل الأراضي البنانية هيدا التوازن كمان اليوم عم بيجوا يقولوننا في توازن بين عودة النازحين او هيدا الحرب مستمرة لعودة النازحين الشماليين من اسرائيل الى كوراهن طيب تيري منية هن عندهم 70 الف تقريبا 70 او 100 الف نازح نزلوا على تل افيف ونزلوا على حيفا ونزلوا على مباري في اي مدون عايشين مكرمين باوتلات ببيوت عندهم مدارس بروحوا عشغالهم مكملة حياتهم متل ما هي اكيد بيتمنوا يمكن يرجعوا نحنا شو عملوا فينا هجرونا من وين صرنا كنا من محرومين صرنا منكوبين شو عمنا بعد ما خلصت الحرب ممكن هذه الحرب بغد النظر اذا خلصت او لا صار لها الحرب اكتر من شهرين ثلاثة الاسع عليها والدمار عليها والخراب والبهدل يلي تبهدلوه الشعب وخاصة الشيعة لا يتمن شيخ انت عم تحكي هيك ما بتحسب حساب ماذا لو خرر حزب الله من هذه الحرب منتصرا مثل تموز الالفين وستة كل الفريق يلي عم براهن انه خسر حزب انا اول شي ما نراهن هيدا الكلام قيلو من عشرين سنة وبعدنا بقولو كنت من الواحدين يلي من الالفين وتسعة لليوم اعتبرت انه المشكلة الاكبر بلبنان وما فيك تبني ولا مستقبل ولا اقتصاد ولا امل بالمستقبل ولا دولة اذا ما عنديك اليوم دولة بتبسط سيادتا بالكامل وما بيكون فيه ميليشيات ومسلحين الى جنبه اليوم تبين انه كل شي بنينيه او جربنا نبنيه باخر خمسة عشر سنة جينا لبطنصات اليوم اي اقتصاد بعد اليوم بتبنيه اي اقتصاد باقيه اي اقتصاد اي استثمار بعد بنا نجيب على البلد اي اليوم واحد بعده مستعد يرجع على لبنان لبل بالعكس كمية الهجرة يلي هاجرت لبنان باخر سنة اتبر بعشر مرات من اخر عشر سنين بلبنان ليش لانه شايفوا انه اليوم لما ما بيكون في دولة لا اقتص امام الامور بهيدا البلد ما بيكون في شي وهيدا حزب الله يلي برهن انه منه قادر يوصل لمحل وهيدا سلاحه دمر لبنان ودمر احلام كتار من اللبنانيين ماذا لو خرج منتصرا ما رح يخرج منتصرا وين بعد بده يخرج منتصرا بعد بعد ما خلصت حر الكلمة للميدان شو معناتها منتصر يعني ما تقدر اسرائيل تكسر حزب الله كسرته وخلصت حزب الله اليوم اذا ملن شايفينه انه مكسور في مش لكبيرة ومش عم بقول هيدا شي ما كنت بتمنى انه ينكسر انا كنت بتمنى نقود على الطاولة معه ونقدر نتفوت نحن وياه على سلاحه اليوم صار مكسور حزب الله حزب الله كان مكسور شيخ كان حزب الله العنوان طبعه سند غزة وسند شو اسمه سند الجبهة مساندة غزة مساندة غزة من مساندة غزة وتحرير القدس صفينا عم نشوف كيف بدنا نعمل وقف اطلاق نار مبارح نعيم كاسم شو قيل بخطابه بدنا نوصل لقواقف اطلاق نار ما من نعمل شيء ما من نعمل شيء يقبل وقف اطلاق نار بكرة بيعمل وقف اطلاق نار بدون حتى بدون اي شارط تكون عم تابع مع خطرتك صحيح حزب الله تلقى ضربات جدا قاسية يمكن اهم اغتيال الامينة العام السيد حسن نصر الله وعلى الارجح السيد هاشم صفي الدين تم اغتيال عدد كبير من قياداته كوادره في ضربة البيتجرز في ضربة الاجهزة اللاسلكية تنصت على اتصالاته حتى كمان الغاراتي اللي عم بتصير على الضاحية والبقاع والجنوب ولكن في المقابل انا اشرت لنقطة لغاية اليوم الاسرائيلي ما قدر يشتاح الجنوب لغاية اليوم لا يزال حزب الله يقصف بالصواريخ افوه 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 الاسرائيلي لم يربح وحزب الله لم يخسر اول شي بعد الحرب باولة صحيح بعد الحرب باولة بغزة اديش اخدوا ليفوتوا على غزة اول مرحلة بالقليل ثلاث اربع اسابية ادي سنون اليوم عم بيجربوا يفوتوا عشدون ما عم بسوي انه هيدا الشي رح يصير او لا بس انا اللي عم بقوله اليوم بعد كتير بكير نحكي بس اذا حزب الله رح يبعده مصمم يكمل بهيدا المصار انا برأيي فيه ضمار وخراب اكتر واكتر الى اللبنانيين الى اهلينا بجنوب الى اهلينا بكل المناطق اللبنانية ولبنان رح يدفع تمن كتير كبير انت عم تعمل حساباتك اليوم انه اسراء ما عم بعمل ولا حسابات انا عم بقول واقع اليوم اذا ما بدنا نشوف الواقع اليوم قدامنا في مشكلة في مشكلة اليوم انه اذا اليوم بدنا يعني معتبرين انه يعني خليني اقول عناصر النصر عند البعض يمكن غير واقعية يمكن اذا اليوم واحد بقلك انه اذا راحوا كلهم شهده هيدا نصر بحد ذاته الخي لا في مشكلة انا ليه بدي اضحي ب 4000 5000 5000 10000 روح لبنانية كرمال ايران او كرمال ما بعرف اي محور وما عم بيطلع لي شي بمقبيلة شو عم بيطلع له لبنان مقبيلة سفر لبل بالعكس نحنا اليوم عم ندمر هيدا البلد وعم ندمر مستقبل وعم ندمر الاملنا فيه بالمستقبل ليش انا بنظر اليوم قبل بكرة بدعي كيادة حزب الله توعى على حالة تفصل حالة عن ايران تفصل حالة عن كل هيدا المحور اللي موجودين فيه خليها تعنون اليوم تسليم سلاحة الى الدولة اللبنانية الى الجيش اللبناني عم بدعي حزب الله يستسلم بعدهم بارخ الشيخ نعيم قاسم مش عم بدعي حزب الله يستسلم عم بدعي حزب الله يسلم سلاحه وننهي كل هيدا الشاب بيتري اللي بنظره كان فياسكو لحزب الله لأنه التاريخ رح يحكم على حزب الله أنه كل هيدة الترسانة اللي كان عنده إيها وكل هيدة المعادة اللي كان عنده إيها ما قدت لشي ولا حتى لا هيحمي ولا حتى لا هيحمي حزب الله ولا حتى لا هيحمي الشيعة ولا حتى لا هيحمي حدا طب يا أخي معقولة بفوتوا بحرب معقولة بفوتوا بحرب ما أنه نمحضرين ولا فراش ولا خيام ولا أكل كل هيدة تبهدوا اللي عم نشوفه عطرقات شو؟ أنه نحنا منبسط يعني نشوف هيدا الشيء اللي عم نشوفه أكيد لا وهيدا الشيء عن جد مؤلم مؤلم لدرجة أنه ما بقى تعرفين عن مين بده يتحمل مسؤولية الدولة اللبنانية أو حزب الله الشيخ نعيم قاسم قال هذه الحرب هي حرب من سيصرخ أولا وطبعه قال لا نقاش نتروح علينا بكل خطابه لنعيم قاسم بكل خطابه بيقول الشيء ونقيده بس قيل لا نقاش بأي موضوع قبل وقف إطلاق النار بوقت إسرائيل مش عن تقبل الحديث والكلام عن أي وقف لإطلاق خلينا نحن نعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد ونشوف بعدين منشغل ساعتها الديبلوماسية منشغل الديبلوماسية منشغل أصدقائنا بالعالم خلينا يوصلوا إلى وقف إطلاقنا إسرائيل عم تحط شروط تفكيك بنيتو العسكري طبيعي إسرائيل تحط شروط أكيد طبيعة أنه إسرائيل تحط شروط لسبب واحد كان بيقدر حزب الله يحط شروطه قبل ما يصير فيه كل الدمار اللي صار بالضحية وكل الإطلاق اللي ماته بالضحية وكل الإطلاق اللي ماته بجنوب كان بيقدر بعد لبنان بمكان معين يحط شروطه قبل استشهاد أو اختيال السيد حسن اليوم ما بقى بيقدر يعمل شي اليوم حزب الله ما بقى عنده غير خيار غير يسلم سلاحه للدولة اللبنانية وترجع الدولة اللبنانية تبسط سيادة على لبنان هذا قرار بده يتأخذ أولا من قبل كل واحد مسؤول بالدولة اللبنانية ما بقى بدنا نروح بالفض من الرئيس مي قاتل من الرئيس مي قاتل للرئيس للرئيس نبيه بري للرئيس نبيه بري بدون كلنا سوا وقف الإطلاق النار ما بيصير أنا عم بقليك وقف الإطلاق النار ما بيصير قبل ما حزب الله يسلم سلاحه واضح جدا من كل التحليل ومن كل الأمور اللي من قرية ويلي شفناها بغزة إنه هول الجماعة مع بيمزح عفوا نعا خلين كميل هول الجماعة مع بيمزحوا هول الجماعة شفنا شو عملوا بالزمنات بـ 23 بـ 26 سبتمبر حدا كان ممكن يتخيل إنه الجماعة مستعدين يقتله السيد حسان أكيد لا جماعة مع بيلعبوا واتبين بالدمار اللي عم بيصير إنه مع بيلعبوا ولا بغزة لعبوا وقالوا لنا إنه رح يصير فيكم متل ما عم بيصير بغزة طيب أنا اليوم بدي أنطر ليصير لبنان متل غزة لا يصير بلش فكر إنه بدي سلم سلاحي اليوم هيدا السلاح بده يتسلم كل مسؤول سياسي بلبنان من كل رئيس حزب وجر من مسؤول بالحكومة وجر بده ياخد تعحد على نفسه وأمان التاريخ وهو كل واحد مننا بده يتحمل مسؤولية هيدا الكلام اليوم كلنا بدنا نحط ضغط على حزب الله بتسليم سلاحه بس أنت عم بتقلني أنه هذه الحرب من دون أفوق إذا ما سلم سلاحه يعني ما في أفوق في دمار شامل واضح أنه في دمار شامل واضح أنه في دمار شامل بعدين قدروا صمدوا يعني رح تتوسع أكتر عم بترسم لي صورة أنا ما عم برسمليك صورة أنا عم بحكيكي عن واقع شفناه طيب يا أخي أختي من ثلاثة شهر قبل البيجر وقبل ما يقتلوا فوقات شكر كنا مفاكرين أنه ممكن يدقوا بالضاحية كنا مفاكرين أنه ممكن يقصوا بيروت كنا مفاكرين أنه ممكن يقتلوا كل هالعالم كل هالإيدات بحزب الله كنا مفاكرين أنه معقول هالقد يمسحوا الضاحية وإيران ما تتدخل كنا مفاكرين كل هيدا الشيء أكيد لا صار هيدا الشيء وإذا بدنا نكمل على هيدا الطريق رح يصير أكتر وأكتر بلبنان أنا حرصة على أهلي بجنوب وعلى كورانا وعلى ضياعنا وعلى مستقبل شبابنا وعلى روح كل هيدا الشباب يلي قاتلت بفخر يمكن بمكان معين ويلي اليوم عم بتدافع عن مشروع غير لبناني كله هن حروا هن أحرار يقرروا يدافعوا عن إيران يدافعوا عن غزة يعملوا لباد الدنيا بس أنا اليوم حرصة أن أحمل لبنان وأنا واجب أحمل لبنان أنا اليوم ما بقى فيني أعمل ألعيب بالكلام ما بقى فيني أحكي بالـ 1701 ما بقى فيني أحكي بيوقف إطلاق نار هيك بالمطلق وقف إطلاق نار عنده شروطه هيدا شروط أولا بيكتضي بتسليم سلاح حزب الله بدنا نحكي بالـ 1701 نحكي بالـ 1701 بس 1701 بيكتضي أيضا أنه نفصل لبنان عن كل بقية بقية المسار نطبط حدودنا بالكامل من جنوبية واشمالية ونرجع نرد الأمور إلى نصابة والقرار إلى الدولة عكس ما قاله الشيخ نعيم قاسم عكس ما قاله شو بدي نعيم قاسم نعيم قاسم بعد بغير من يقرر نعيم قاسم أولا واضح أنه فيه إرباك بكلامه تانيا غير كلامه صار ثلاث مرات من آخر مرة لليوم حزب الله كله سوا كل سياسيين حزب الله في إرباك طويل عريض بكلامه بيطلع نيب بيحكي شيء بيطلع وزير بيحكي شيء بيطلع ممثل عنه بيحكي شيء نهارا بيسلم القرار للرئيس نبيهبر وتاني يوم بيجي بيسحبله السجادة من تحت إجره في إرباك طويل عريض عند حزب الله إلو أول ما إلو آخر بعد رح تشوفي هيدا الإرباك أكتر وأكتر كل ما رح الأمور رح إرباك وهو عم بيقول كل شي صار مع الحزب لم يؤثر علينا بعدنا عم نشتغل بكامل جهوزيتنا كل يلي تم اغتيالهم عطينا محلهم إسرائيل ستفشة سنهجر المزيد من الإسرائيليين طيب صراحة هيدا الكلام سننا سمعين وعشرين سنة وصراحة ما بقى نصدق ولا ربعة فاصلة خلص كلامه أكتر من مئة صاروخ وصل على حيفا ومخريطة يعني قدراته الصاروخية لا تزال شو عدد الإطلاب بعدين أبدأ إليك شغلي عم بيقول هو أنه نحن حرب هيدا استنزافه مدرشه نحن عندنا إمكانيات الاستنزاف يلي عنده إياها الإسرائيلي الإسرائيلي بخطاب هيك لشيخ نعيم قاصة بيوصلوا من أمريكا خمسة ستة مليار دولار بين الصواريخ ومعداته إلى ما هنالك نحن شو عنا مين عم بيوصلنا مين عم بيطلع فينا مين طلع فينا بعتولنا كم مليون بس حرمات وفرش وحليب ومي وما بعرف شو وين الاستنزاف مين عم بيستنزف اليوم أكتر بكرا خلصوا الصواريخ عنده مئة ألف روحوا نصفوا ونصاروا خمسين على راسي صفقون كلهم على إسرائيل كتير منيح وبعدين شو منامين نسيت إيران نسيت إيران أنا نسيها من زمان لإيران ما بعرف إذا أنت نسيتها بس أنا إيران نسيها من زمان إيران عم بتقول من ربن لبنان إيران صار إيران صار إكلتها ميت كاف بين سوريا ولبنان وبعد الهلقة ما ردت وإذا ردت ردت بالشكليات وخلصنا بقى من الشكليات اليوم في واقع على الأرض في واقع مرير في ضمار في قتل في ناس مشردة في ناس مهجرة في ناس موجوعة إذا ما شفنا هيدا الشيء قدامنا في مشكلة كتير تبلاق الرئيس نبيه برني عم بيقول غلطان إذا في حدا مفكر أنه المحور أو عم يعمل حسابات أنه محورنا خسر وأكد على هالشي الوزير سلامين فرنجيه لأنه صعب واحد يعترف بخسارته أكيد صعب واحد هل قد يكبر الحلم قدامه وصعب واحد هل قد يمجد حاله بمكان معين وتبين كل هيدا كل هيدا الشيء وفاش مش الطرف الآخر يلي عم يحلم ويراهن المشكلة اليوم عند حزب الله أنه كان قوي كتير بالداخل بس هيئته من الخارج ما كان قوي أبدا قدر يستقوي على السورة يمكن وقدر يستقوي على اللبناني قدر يستقوي ببيروت بسبعة أيار قدر يستقوي علينا بكذا محل بالأمصان الصود قدر يستقوي على تشكيل حكومات على رئاسات جمهورية على يحط الشروطه بالداخل لا لأنه اللي مقابلوا ضعاف يمكن صحيح ولا أنه اللي مقابلوا ما تحملوا مسؤوليتهم بزمن اللي كان لازم يتحملوا في مسؤوليتهم هيدا المشكلة اليوم فاليوم مطلوب منا نتحمل مسؤوليتنا لمصلحة حزب الله ولمصلحة الشعب الشيعي ولمصلحة لبنان ولمصلحة نقدر نبني سوا لبنان المستقبل أنا برأيي اليوم في لبنان تحت الركام علينا بدنا نرجع نبني كلنا سوا من الآخر السؤال من سيصرخ أولا هل هو بين لبنان وإسرائيل أول شيء ما في شيء اسمه لبنان وإسرائيل في شيء اسمه حزب الله وإسرائيل لبنان ولا فات ولا من بعيد ولا من قريب بهذه العملية الشعب اللبناني عم بيدفع تمانع إيه بس اليوم حزب الله أنا برأيي ما عنده شيء يخسره ويصرخ أول شيء لأنه حزب الله ما بيعرف يصرخ بده يخلي اللبناني حكومة قوية كان عنا وزير خارجية يروح على الأمم المتحدة يعرف يحكي باسم لبنان اليوم شو عنا كان عنا أصدقاء كان عنا مروحية أصدقاء وحلفاء بالعالم العربي والأجنب كله اليوم شو عنا إذا ناطر حزب الله أن الدولة اللبنانية تصرخ رح نكون انتهينا كلنا سوا فقبل ما الدولة اللبنانية تصرخ لأنه نهار للدولة اللبنانية بتصرخ ونكون عن جدسرنا على الأرض خلينا نوعى كلنا عبعضنا ونسلمها السلاح ونبني بلد كلنا مع بعض شيخ تنكون كتير صراحين وحضرتك إلتا في ناس أو خلينيقول في طرف سياسي اليوم يراهن على أنه إسرائيل تربح وتقدر تنهي السلاح حزب الله مش غريب أنه كل فترة بيها البلد في فريق دايما لازم يكون خسران وفريق يعتبر حاله ربحين نسينا ما في حدا نمراهن عشيه بس فيش يعارس ولا غالب ولا مغلوم هاي دي بالحروب هاي دي بالحروب بين لبنانيين اي بفهم أنه في طرف لا غالب ولا مغلوب وأساسا بشير طبق من بعض الحرب اللبنانية ب82 طبق هاي دي المعدرة ما بدي شوف غالب ومغلوب وأنا بدي وحد شهد اللبنانيين كل واحد مات شهيد يمكن كل واحد كان عم بيموت كرميل عائدة ولكن كلنا كلنا نستشهدوا من أجل لبنان يمكن نظرة معينة للبنان بس تشهدوا كرميل لبنان وكان بشير حلمه يوحد الرؤية اللبنانية اليوم الغالب والمغلوب مش بين لبناني ولبناني آخر الغالب والمغلوب هي بين حزب الله وإسرائيل بين واحد اليوم عم بفصل اللبنانيين عن حزب الله ومش مكون لبناني وسعيته كلكم لبنان أكيد عم بفصل عم بفصل لبنان عن حزب الله لأن حزب الله هو يلي قرر ما حدا قاله ما حدا جبره يطلع يحاور يحارب بسوريا ما حدا جبره يروح يدرب باليمن ما حدا جبره يفتح حرب بـ 8 أكتوبر مين جبره؟ هو فوت حاله بهذا المأزا هو عليه يتحمل مسؤوليته اليوم بده يتحمل مسؤوليته ما يفكر أبدا ما يفكر أبدا يجي يتبكبك عنه ويجي إلنا أنتو تحملوا مسؤوليتكن وإنتو شوفوا كيف تحلوا هيدا الأزمة لأن كل مشكل فريقك ونطر ثاني على الكوع ما رح نحل أزمة حزب الله تنحل أزمة حزب الله اليوم بده يسلم سلاحه ومش مرهنين على حدا ومش مرهنين على شي بس إذا بدنا نبني واحدة وطنية وبدنا نبني شراكة حقيقية وطنية هيدا الشراكة بده تبلش من المساواة بين اللبنانيين واليوم إذا في طرف عنده سلاح وطرف ما عنده سلاح هيدا بدجا بتكسر توازن توازن داخل البلد يعني الوزير الفرنجية قال حرفيا المطلوب حوار حول لماذا يتمنى البعض فوز إسرائيل على شريكه أو خيه في الوطن هذه نقطة كتير حساسة وخطيرة لما بتسمع هذا الكلام بتحس شي بتقنيب الضمير الوطني شايف؟ أنا اليوم بهمني أعرف قبل ليش في بعض اللبنانيين ما بعرف إذا هذا الكلام مزبوط لسلايمين فرنجية إذا هذا الكلام مزبوط إذا في شي منه أو لا ولكن أنا بهمني أعرف بأي حق حزب الله بفوتنا بحرب دمار هالقدة كبيرة بدون محدا إذا هو كان رئيس جمهورية اليوم سلايمين فرنجية كان بيقبل إنه حزب الله يفوتنا بحرب بـ 8 أكتوبر وما يكون إله كلام وما يكون إله دور وما يكون إله أراء كان بيقبل اليوم طالما يونيد رئيس يحمي ظهر المقاومة يعني رح يوفع كل قرارات المقاومة كان بيقبل اليوم يصير كل هالدمار وما حدا يقل له لحزب الله وينك اليوم عم بيجي يطالبه بالتطبيق الـ 1700-1701 طيب الـ 1700-1 بيكتضي أولا إنه حزب الله يسلم سلاحه بجنوه مستعدين؟ يتفضل البعض في لبنان مع تطبيق 7-0-1 بس إنه بند السلاح تركوا عجانا ما هو بند السلاح هو المشكلة ما في دولة بتقوم إذا فيه سلاح بفيه حزب الله استقوى عالدولة وأوى وجوده ونفوسه على حساب الدولة بكل استحقق بس في هذه اللحظة يلي في مؤامر على حزب الله البعض عم يدعي أنه لازم تتضاون وتتوفقه ما في مؤامر عحدا هو أخدنا على الحرب ما حدا قال له روح يا خيه يروح الله معك ما حدا كنا عم نجرب نقول له ما تفوتنا بحرب كنا عم نقول له يا خيه ما تروح لهنيك فصول مصيرك على المنين عملنا حملة طويلة عريضة من 8 أكتابر لليوم لا للحرب وهو مكمل ويصر ويقلنا نحن مني طالب رأي حدا وأنا مكمل أوكي ما طلبت رأي حدا الله معك شوف شو بدك تعمل هلأ أبع شوكك بإيدك يعني أنت عم بتقلي أبع شوكك بإيدك هيك عم بقليك وعم بقله لقله لأنه ما بيقدر واحد هو يقرر كل شي عنه وبالآخر يجي يقلي تحميني لا بقي ما بدي أحميك في فريق رح يقلك أنه أنت بهذه اللحظة يلي عم بيتعرض فيها حزب الله لكل هذي أنا عم بتعرض أنا مش حزب الله أنا اللي عم بتعرض مثل قصة غزة راحوا كل جماعة حماس تخبوا تحت الأرض وخلوا الحماسيين هن يموتوا على الطريق اليوم نفس الشي صار بحزب الله حزب الله اليوم ما بعرف وين المؤاتلين تبعوا تحت الأرض فوق الأرض بالبيوت ما بعرف وين خبى صلاحه عند المدنيين اتدمر لبنان لبنان اليوم لآخر بده مضطر يستقبل عنده مليون ونص نازيح يهتم فيهم وقلبنا متع قلب العسل وأكيد لازم نعمل هيدا الشي وهيدا الشي منفصل كليا عن مصار الحرب ولازم اليوم يكون فيه حنان لهيدا الشي لهيدا الشيء يلي صاير بس من المؤابل حزب الله أه بدنا نكمل أه بدنا نكمل وعلى إسرائيل وعلى أعداء يعني عم بتقلي التضامن الإنساني شي أكيد تضامن الإنساني شي بس اليوم بالسياسي ما بيقدر حزب الله يتخبى تحت سابع أرض ومو قاتلين ومو عرف شو لبنان يكون عم بيأكل كل هيدا الدمار لا اليوم في حزب الله بده يتحمل مسؤوليته ديفيد هيل قال أول مبارح لا عودة إلى القرار 17-01 لعدم التزام الحزب وإيران فيه من 2006 مظهور ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار وإنه لا ربط لدى إسرائيل بين غزة ولبنان لما بتسمع هكذا كلام بيطمناك أم بالعكس يشعرك بالقلق لأنه لبنان البلد كله عم بيتدمر البلد كله عم بيروح أنا برأيي أنا برأيي كلام كتير واقعي كتير واقعي أسما بيخوف أنه البلد عم بيتدمر وعم بيقلنا أنه مش رح نروح على تطبيق السبعة عشر اللي ما طبقوا بالألفين وستي ما رح يطبقوا اليوم أكيد مش رحينا أنا عمليك ما بقى فيه شيء اسمه 17-01 17-01 مات استشهد بـ 8 أكتابر خلص اليوم فيه معادلة جديدة ومن بعد اختيال حسن نصر الله صار رح يكون فيه معادلة بعد أسعى أصعب على حزب الله بده يقرر حزب الله شو بده يعمل بده يكمل بهيدا المسار ويتدمر زيادة ويقتل اللبنانيين معه ع طريقه أو بده يوقف وبده يقول يا خي أنا قديت أستي إلى العلا ما طلع بأيدي شيء بس أنا اليوم ما بقى فيه يكمل المشكلة وين؟ المشكلة أنه إيران هي اللي بتملي على حزب الله وتبين هيدا الشيء زيارة وزير الخارجية هيدا الشيء تبين ما قبل خطاب علي خامنائي وما بعد خطاب علي خامنائي وهيدا تبين بعد أكتر من بعد زيارة وزير الخارجية على لبنان ويلي يبدو أنه كان جلسة عاصفة بينه وبين الرئيس مياطي الأهم بكلام السفير هيل قال على لبنان أن يخبر العالم كيف سيستعيد سيادته المطلوبة فيه قرار واحد ومش ينظر من العالم كله وينطره حتى العالم يعمل له شغله فيه قرار واحد بدون ياخدوه كل اللبنانيين ما بقى فيه مهرب منه هربنا منه من زمان وجر فيه قرار واحد بدون ياخدوه كل اللبنانيين وساعتها فينا نحط الترين شو هم تعملوا انتوا كمعارضة؟ اي مفرح تشتغلوا الشغل المطلوب منكم؟ فيه قرار واحد من المعارضة ومن الموالات ومن الحليف لحزب الله وإن شاء الله بينصحوا إلى المسؤولين بالحزبهم سأنا عم بسألك بالمباشرة شو هم تعملوا كمعارضة؟ اسمه تسليم سلاح حزب الله مثله مثل كل الأحزاب يلي سلموا سلاحهم من بعد اتفاق الطائف بدوا يسلم سلاحه وساعتها نبني وطن كلنا سوا وساعتها فينا نرجع نروح نفتح علاقات مع الأصدقاء العرب وغير العرب مع الأجانب وغير الأجانب السفير هيل قال أنه ما ينطروا اللبنانية العالم يجي يعملون شغلهم انتوا كمعارضة اليوم أي متى رح تعملوا شغلكون وأطرح هذا السؤال لأنه بكل صراحة كتار متخوفين أنكم مثل العادي تروحوا تعملوا تسويات جانبية وكل واحد يصير يشوف كيف بدوا يعمل مصلحته وترجعوا تتخانقوا وتتعصموا خصوصا اليوم عم نحكي عن انتخابات رئاسية يعني كل الشخصيات وزعماء الموارن بيتوحموا على كرسي الرئاسي أنتوا كمعارضة اليوم شو عم تعملوا أول شي نحن كمعارضة بهيد الأحداث اللي عم بتصير اليوم بالبلد عم نواكب الأحداث يوميا وعم نرجع نأكد على موقف واضح أنه ما بنقدر نبني دولة كل شي كلام تاني من رئاسة جمهورية لاقتصاد لزيارات دولية ما في شي بينعمل قبل ما اليوم يقرر حزب الله يسلم سلاحه وهيدا شي للأسف رح يصير أو بالمنيح أو بالوحيش فخليه ينعمل بالمنيح خلينا نعملو يعني أنا برأيي إسرائيل ما رح توقف ما معناتها ما معناتها كدرات مقاتلين حزب الله منون كافية ويمكن ما رح يردعوا ما رح يواجهوا بس بالنهاية في واقع على الأرض وفي واقع بده يتغير هيدا الواقع رح يقدي إلى يعني خلينا نقول بالوحيش نوصل إلى هيدا التسليم لا خلينا نوفر على حالنا كل هيدا الدمار وكل هيدا الخراب ونقدر نوصل كلنا سواء إلى اتفاق جديد وهيدا الشيء اللي المعارضة اليوم عم تعمله يعني أنت عم بتقلي المعارضة ما رح تروح على تسويات جانبية أنا بشك ما رح ما لازم ترجعوا تنقصوا مثل ما كان مرر تنقصوا ما لازم اليوم نوصل إلى هيدا المرحلة التسويات وفرق الإيدان وتدوير الزاوية رح ترجع توصلنا لنفس المرحلة اللي كنا فيها بالألفين وستة ويالي رح تكون بمضي لك وبسبت لي أنه بتكون دمار للبنان لبعد عشرين سنة لقد كيف قريت كلام الوزير الفرنجية من عين التينة أنه بدنا رئيس يحمي ظهر المقاومة وكل الأمور بعدها قابلة للنقاش وللحوار هل تتفهمون هذا مطلب بالوقت الحالي أنا ما تفهمته من زمان ورح تفهمه اليوم بده هو يحمي ظهر المقاومة هو حريام اللي بده يخلي فرجيني هلأ اليوم كيف كل الحلفة المقاومة حميولة ظهرة للمقاومة بس أنا أفسر لي لما هي المقاومة بحد ذاتها دمرت حالة بحالة هي المقاومة بحد ذاتها لما قتلت رفيق الحريرة فكت شبكة شبكة الأمان يلي كانت موجودة بين لبنان وبين كل العالم العربي هي لما قتلت المقاومة لما قتلت ويسام الحسن هي يلي فتحت مجال لكل الجواسيس وكل العملة يفوتوا يشعشوا يعشع بقلب المقاومة يلي هو كان عم بلقطون واحد واحد أكبر شبكة تجسس كان لقطة ويسام الحسن قتلوا لأو ويسام الحسن صار فيهم يلي صار وشوفنا اليوم شو عم بصير هن فكفكوا الدولة هن قتلوا كل واحد كان ممكن يكون كيمة مضافة لقلهم بهيدا البلد ويقدروا يمكن بما كان معين يسندون مثل ما اليوم كتار من اللبنانيين عم بيسندوا النازحين كان فيه من السياسيين كان بيقدروا يسندوا حزب الله اليوم بهيدا الظرف بالذات بما كان بأماكن معينة إن كان بالأمم المتحدة وغيرها بس هن بدوا يشكلوا حكومة على بلون واحد وبدوا يجيبوا وزير الخارجية اللي هن اللي هو بنسبون ويلي حسب قولهم بيحمي دهر المكاومة خاني فارجينا اليوم عبدالله أبو حبيب وين بيحمي دهر المكاومة بالأمم المتحدة وبالزيارات ومين عم بيقري ومين عم بيستعبله يعني عم بتقلي لو سوما حزب الله اليوم بده يفهم إنه إذا بده يجيب رئيس مثل سلايمان فرنجية عم بيكمل يحفر قبره بإيده ويفك عنه كل شبكات الأمان يلي ممكن بمحل معين كان ممكن تحميه هيدا الشيء ما بيحميه هيدا الشيء هيدا الشيء بدره أكتر مش نهيك بس تخلي سيدا نقطع مش نهيك نحنا اليوم بدنا نخلص من سلاح حزب الله ونحنا نعتبر إنه اليوم ما بقى في شيء اسمه ضهر المكاومة أو وج المكاومة وجه وضهره صار على الأرض وليد بيك هاجم وزير الخارجية الإيراني أكيد تبعت وقال له نحنا بنعلمك كيف أصميه معوها رجع حكي عن القرارين 17-01 و 15-59 رفض رابط مصير لبنان بمصير غزة وقال وهو مع أنه تصير الانتخابات الرئاسية بمعزل عن وقف إطلاق أنه حس حالك رح ترجع وتتلاقه أكتر مع مواقف وليد بيك لأنه البعض عم بيشوف أنه في استدارة بهذا الكلام لوليد بيك شكله قرية التطورات ورجع يعمل استدارة معيني هذا مش كلامه قبل يعني الأسبوع الماضي كان ضيفي النائب هادي أبو الحسن قال لي نحنا مع السبعة عشر سفر واحد من دون التطلق إلى السلاح وكانوا قبل ما يحكوا عن فصل لبنان عن غزة أمتى كان هيدا الكلام قبل أي استحقاء اختيال أو شي لا الأسبوع الماضي كان قبل زيارة قبل زيارة يمكن وزير الخرجية صحيح اليوم وزير الخرجية الإيراني بمجيئه إلى لبنان وبيرابط يعني بده يضل رابط لبنان بإيران بده يضل رابط الجبحتين غزة ما بقى حدا قادر يحملها ولا وليد جملات قادر يحملها وأنا أكيد أنه بعد الرؤسة الآخرين مما فيون نبيه بري ما رح يلحق بهيدا المجال لأنه ما بقى حدا بيقدر يقبل أنه يشوف لبنان عم بيتدمر بهيدا الطريقة وما يقول الأمور متل ما هي مش نايك اليوم عليهم هولي كلهم عم تقل لي الرئيس نبيه بري بلحظة معيني سينقلب على ما يريده حسنا الله لا عم قل لي أنه الرئيس بري عليه مسؤولية مثله مثل على وليد جملات وعلى غيره كان اسمه مؤومة ويالي كان اسمه شو اسمه رابط رابط الساحات وكل هيدا الأمر خلص خلصنا بس أنا في شغلة أقدر أفهمها أكتر يعني بين موقف الكتائب المتشدد عم بحكي سياسيا بملف سلاح حزب الله وبين كلام للشيخ سامي اللي جميل سمعناه عم يرفض فيه أنه يكون في أي طرف حيث حاله مكسور كمان دعي لتوافق داخلي تلعبوا على الحبلان يعني من مال تتشدد ومن مال تحاولوا تتقرقوا من رئيس نبيه بري أو كيف بس برجع بقليك برجع بقليك نحنا ما بدنا نكسر حدا نحنا مش همنا نكسر حدا بس اليوم إذا في حدا عبيستنجد أنه تعوي داي الجماعة سخلصوني من هيد الورطة اللي واقع فيها ايه أوكي منجي من خلصك بس حالما نحطوا شروطنا بس عن أي توافق داخلي يعني عم تدعو لتوافق داخلي عم ندعي لتوافق داخلي تاعة نشوف كيف ننبني بلد تاعة نشوف كيف ننبني وطن سوا تاعة نشوف كيف ننبني مستقبل سوا ما بقى فيك تحط سلاحك عم بتقلي مش مطلوب أنه يكون في طرف مكسور بس برأيك الشخصي هون مش أنا كسرته على كلين بس إذا ما حس الحزب حاله مكسور هل ممكن يتنازل بملف سلاحه أنا برأيي الحزب الله اليوم حيسس حاله إذا مش رحقول ما بعب إذا حيس حاله مكسور أو لا بس أكيد على طريق الكسر غير هيك ما بيتنازل برأيك بملف سلاحه بديك تسألي بس بده هو ياخد قرار وإذا هو ما أخد قرار بيكون في كلمة آخر نحكي بالمباشر أكتر الكتائب اليوم أي دور عم تجربه تلعبه دور توافقي أم عم تقطعه الطريق على مساعي البعض الرئيسي حطي للرئاسة عجنب لأنه صراحة صراحة هيدا مش رحقول آخر هم من همومنا اليوم ولكن هيدا أمر بيجي وقته كل الدول عم بتجربت قلنا أنه هيدا أهم توقيت لانتخاب رئيس إذا ما أررنا لبني جمهورية ما في لزوم ننتخب رئيس جمهورية لألا جربنا رؤسة كتير من 2005 لليوم جربنا رؤسة كتير شو غيروا بالمعادلة؟ سفر جربنا رؤسة حكومة كتير شو غيروا بالمعادلة لصفر؟ جربنا مجال سنيابية كتير شو غيروا بالمعادلة لماشي صفر؟ كل استحقا كان حزب الله عم بيقوى على الدولة وكانت الدولة عم تضعف إذا اليوم بدو يجي رئيس جمهورية ويزيد هيدا الضعف ويزيد هيدا الخنوع ويزيد هيدا الانبطاح ما بدي رئيس جمهورية اليوم حان الوقت رح أرجع كررة ورح ضال كررة حان الوقت اليوم نبني أصص جديدة لبناء الدولة ولنبني جمهورية بكلمة الجمهورية من كلمة هيدا الدولة اللي عم تلعبوا الكتائر اليوم عزي مع زميلك النائب الياس حانكاش زرته الرئيس نجيب ميقاتي بعد اللقاء والصورة الشهيرة يلي جمعت بينه وبين الرئيس نبيه بري ووليد بيك والبيان يلي طلع برجع كمان توكل وطلع زار البطريار بس تناعرف يعني شو فهمت منه للرئيس ميقاتي في مشروع تسوي أم دوفي نت أنا برأيي بعد اليوم يعني خاليني أقول الوضع السياسي بعد بفتكر مش الكل فهمه أهميته ومش تحقول أهميته بس بعد لليوم ما فهمه مظبوط أنه صار فيه تغير كبير بالداخل لبناني يمكن بعض يمكن البعض ماعتبر أنه ميزان الكوة بعضه قائم مثل ما كان بالماضي يمكن وليد جمبلات بلش يشوف هيدا الشي يمكن غيره بلش يشوف هيدا الشي أنا برأيي يمكن البعض شايف حزب الله عم يخسر وبالتالي التوازنات تغيرت ما رح نروح على على رئيس بس كان عم ينحكي عن رئيس توافقي لا يشكل استفزاز لأحد قبل ما الوزير الفرنجي يقول أنا بعدني مرشح نحنا منعتبر اليوم أنه رئاسة الجمهورية إذا ما كان في عليها رئيس فعلا يحط بوصلة لهيدا البلد ويحط توجه واضح ويرجي يقول أنه بدي ابني بلد بدي ابني دولة أنا برأيي ما بقفل زوم نبحث ولا عن جمهورية ولا عن رئيس بس أنا تأفهم عليك يعني اليوم من المبكر الحديث عن تسوية لأنه كان في كتير كان عم ينحكي عن تسوية وعم ينشغل عليها عم بيحاولوا كانوا بزمن بزمن يلي كان يعني بزمن يلي كان عم بيضعف فيه حزب الله كان عم بيجربوا يمكن يغيبوا تسوية هذا الموضوع الأسبوع الماضي طيب ايه شو من أسبوعين ثلاثة بلش هيدا التدهور كله شو عم نحكي عم نحكي تقريبا من 15 أيلولا اليوم يعني الرئيس ميقاتي نفس اندفاعه للرئيس ميقاتي هيك حسيت يعني تعم بتقلي بكير ومش وقت تسوية هلأ رئيس ميقاتي حرصوا على البلد وحرصوا على اللبنانيين وحرصوا على الحكومة وحرصوا على هذ الخراب يلي 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 شايفوا قدامه ويلي بفهمه تماما اليوم كرئيس حكومة شايف دمار عم بيصير قدامه وما قالوا كلمة فيه ولا بالمنح ولا بالحيش ولا يقلوا كلمة يوقف ولا يقلوا كلمة يكمل ولا يقلوا كلمة يواجه ولا عنده كلمة شي طيب أكيد بده يجرب يلاقي حل لنقدر نوصل إلى نتيجة بس برجع بكرر إذا ما كان الحل بحسم هذا الموضوع نهائيا رح نرجع نوقع بمشكل كل حش يعني عم بتقلي لازم ننسى كل المسار السياسي في الداخل بانتظار انتهاء الحرب ومن راح يربع ومن راح يخسر أنا عم بقول اليوم حزب الله عنده فرصة يسلم سلاحه ويرجع ياخد موقعه سياسيا بالبلد خليه يعمله لأنه إذا لا رح تكون برأيي بالنسبة له صعبة البعض شيخ عم يتحدث عن سيناريو اليوم بيشبه سيناريو 1982 لما الإسرائيلي أنهى منظمة التحرير الفلسطيني الاشتجاح وصل لبيروت وتم انتخاب الشيخ بشير الجميع الرئيسا للجمهورية البعض عم بيقول أنه انتو كمعارضة عم بتراهنوا على زاد السيناريو وما تحلموا لأنه هيدا بحلمكن ما رح يصير مع العلم إذا أنا بدي علق يعني على الموضوع المعارضة اليوم مشتتة ومفتتة وضايعة ومفرقين بوقت المسيحيين ب82 كانوا متماسكين أكثر وأقوية أكثر شو بترد يلي عم بيقولوكم عم بتراهنوا على هيك سيناريو بشي السيناريو مختلف كليا مختلف تماما وطانيا يعني بستنكر هيدا الكلام يعني أنه إرجو أنه في بعض إجو على الدب بيت الإسرائيلية هيدا له محور آخر لأنه بفتكر أنه بشير جميل بكل شي عمله بوقتها ما كان بحاجة أبدا ولا لا إسرائيل ولا لا غير إسرائيل بس أنه هيدا أمر آخر بشير جميل كان حل لأزمة كتير كبيرة بوقتها اليوم وما عم نسوي لحدا من المرشحين أنا اليوم اللي عم بقوله أنه في أزمة كبيرة بالبلد قبل ما نوصل لسيناريو شبيه إذا بديك وإشتياح وإلى ما هنالك خلينا نحل الأزمة اليوم شيخ ليه البعض بيشوف المعارضة كتير ضعيفة لدرجة أنه أنجا قدرت تطلع ببيان حتى تتفقوا تنزلوا بزيارة موحد عند الرئيس نبيه بري ما قدرتوا القوات ما نزلت تجدد نزلت لحالة كتائب أخدوا ما وعدوا ما رجعوا نزلوا هيك بتكون عن جد تربحوا سياسيا عن بحكي على حزب الله المعارضة متشددة المعارضة أنا بتقول لهم نحن لبنانيين قدرة أدنى وقتكم نزلحاتنا لمصلحة Wha geographic ome نحن وعدنا منص المعارضة بين المعلارضة نحن بحكي و Haven qua نحن وقت ساحل و تتعلم نحن بدنا نكون عم نبني شراكة حقيقية نحن بدنا اصدهار لقلكم ولقلنا ما بقى بدنا انه بيوتكم تتدمر ما بقى بدنا انه كراكم تتدمر ما بقى بدنا انه لبنان كله يتدمر ما بقى بدنا نشوفكم مشردين على الطرقات يمكن بمحل معين بمحل معين اخر عشرين سنة رفعت الشعب الشيعي يعني الطايف الشيعية نرفعت من المحرومين يلي كانوا يعني كان يمكن البعض مراهن عليهم انه هنم محرومين لا طايفة بكامل صفات خليني اقول ولكن هاي دي كامل الصفات ما فيها تكون قوية فقط بالسلاح على الاخر انتو اليوم وصلتوا خليني نكامل انتو اليوم وصلتوا للمرحلة اللي انتو فيها نحن اليوم مستعدين الوحيدين يلي قدرين نقمن لكم ضمانة استمراريتكن بدون سلاح هو الفريق اللبناني الاخر اليوم اللبناني بحاجة يحط ايده بايد كل اللبناني لا يقدر يبني الدولة الدولة هي الوحيدة اللي بتقوينا ونحن الوحيدين يلي بنقوى بالدولة ما في حدا تاني بيقدر يقوينا ولا سلاح ولا ايران ولا انتماء خارجي ولا شيء اخر ولا مئة الف صاروخ ولا غيرهم ما تصدقوا يلي بنقال عنا ما تصدقوا يلي بنقال عنا تعووا شوفونا وتعووا تنحكي سوا وما في طريقة نحكي سوا وما في طريقة نقدر نتفاهم نحن وايه نحن وياكم إلا ما نقعد سوا على الطاولة نحن ملنا اخونا مش بس ملنا اخونا نحن المواطنين نحن اللبنانيين نحن يلي اردنا هيدا البلد 10452 كم مربع نحن يلي اردنا نعيش مع كل اللبنانيين بمساواة وبأمانة وبكرامة وهيدا الشيء يلي نحن بدنا نبني نحن وياكم بالمستقبل في عنا فرصة اليوم نبني مستقبل مشترك في عنا فرصة اليوم نرجع نفتح على بعضنا كل هيد الهواجز وكل هيد الكذبة يلي كانت عم تنكذب علينا وعليكم على فترة كتير طويلة حين الوقت ندمرها نكسر هواجز الخوف يلي كانت موجودة بيناتنا ونبني سوا مستقبل لهيدا البلد هيدا اللي حابي بقوله للشيعة للطايف الشيعية لكل الشيعة في لبنان وفي العالم لانه نحن اليوم نشبه بعضنا كاللبنانيين اكتر من ما هني بيشبهوا اي شخص بايران واكتر من احنا بنشبه اي شخص باوروبا يمكن نحنا كلبنانيين بنشبه بعضنا نحنا كلبنانيين بدنا نعيش بسلام وبأمان وبكرامة بهيدا البلد وهيدا الشيء ما بيصير الا ما نحط ايدنا بايد بعضنا مش انه نحمل سلاح على بعضنا انا بدي اتشكرك كتير عضو كتلة الكتائب اللبناني النائب نديم لجميل على هذه الاطلالة